السلام عليكم كيف انتم مع لباس لكم بخير صحيحة لباس نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وفصحة جيدة ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم حلوة اللي سهلة بزاف والاهم انها بدوني بعض قاومها مع المقادير وطريقة التحضير غادي نحتاجوا فيها نصف كأس من الزيت وكأس مع مرشي من السكر ونصف كأس من ميزينة يعني الناشا واحدة نون بنكهة الفاني و125 قرام من الزبدة وهذا البيطة غادي نحتاجها للتزيين يعني لكنتم ما تعملوش نفس التزيين ما غاديش نحتاجوها وهنايا غادي نحتاجو الخمارة وفاني والدقيق طبعا اللي كيكون مغربل من قبل وفي اينا اولا في قصعة ولا فش ماكن يعني غادي نوضعو الزبدة اللي هي 125 قرام وغادي نضيفو عليها كأس منها السكر وغادي نخلطو مزيين بالنسبة للناس اللي ما عندهم شي الميزان ممكن الزبدة يعني كتجي فيها ديك ربح ممكن يقسموها غادي في النص قادي تعطيك 125 قرام غادي نخلطو مزيين تكدو بالناس الزبدة مع السكر والفاني مزيين 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 كيف قد لكم البنات على حساب البيطة أنا غا نحتاج غادي بالتزيين يعني غادي نحتاج ابيض بيطة واللي غادي نحتاج وغادي نزيين به هناك نضيفو نصف كأس من الزيت وديك الأصفال للبيطة اللي غادي بقنا يعني أنا غادي نحتاج غادي أبيض بيطة غادي نضيفو في العجينة يعني كيبقى غادي اخسياري وصافي ممكن أنكم تستغنوا عليها بصفة نهائية يعني إلا كنتوا غا تعملوا شي تزيين آخر ما تحتاجوا شي فيه البيطة وغادي أنا حيت الأبيض وغادي نضيف هذي كسفال ببيطة ما عنده علش يبقى يضيع غادي نضيفو التهوة إلى الجينة دينا وكن نكرر أنكم إذا كنتوا ما تعملوش نفس التزيين يعني التزيين كيبقى اختياري صافي ما غادي نحتاجو شي من البيطة بصفة نهائية وغادي نضيفو حلبة من الياغورت أنا عملت بنك هات الفاني ونتوا ما لكم الاختيار ممكن تعملو بنك هات البانان أو العادي يعني طبيعي وغادي نخلطوه مزيان وغادي نضيفو عليها نصف كأس من الناشا اللي هي ميز هنا كتهششنا العجينة دي هنا وكن بدأ ونضيفوه هنا يا الدقيق بالتدريج يعني الدقيق اللي كيكون مغربا من قبل طبعا وخاص بالحلويات وغادي نضيفو معاسة شيا الخميرة يعني واحد خميرة ممكن انكم ضعفو المقادر اللي بغايد ضعفو المقادر وضعتها كمية كتر يعني ضعفو المقادر وصافي أنا كتفي تغيب هذا القدر هذا وكن بقى هنا يا نضيفو الدقيق بالتدريج يعني ما تقصوه هشي البنات تخليوها مرخوفة حيث غادي عد غادي نقسموها ونزيدو لها النكهات وكتبقى على حساب كل نكهة وانتمال اللي بغيتو نزيدو لها ممكن تخليوها غير هكذا يعني كيبقى لكم الاختيار هكذا كتجي مزيونة بزاف سافيك نخلط هنا هيا حتى كي تجمع لي العجين مزيون مزيون هكذا بها تشكل هادا البنات شوفو كي كتبقى راطبة باش كاجيكم هالشيشة يعني وساهلة بزاف كتخرجوها كمية لمعقولة انا هنا يقسمتها نجوج قطع انتم ممكن تقسموا واحدا ثلاثا ولا اربعة لكم الاختيار مهم انا قسمتها غير على جوج هنا نصف الاول غادي نضيف عليه هنا ينكها دناطا يعني انك هاد الناطا اللي كتجي يغزالة بزاف وكتعطين الحلوة دينا واحد انكها رائعة وكيجي لديد بزاف غيجربوها البنات على دامانتي سافي غادي نخلطو مزيه مش ندخلو في هادك النكها وانتو ما كيبقى لكم الاختيار ممكن تضيفو كوكو مهرميش اللوز مهرميش ممكن تضيفو ساشيا الكاكاو يعني اي حاجة اللي متوفروا اي نكها ممكن تعملوها كيبقى لكم الاختيار او لا تضيفو حتى الكوكو يعني كيبقى اختيار اذك شي وهنا يا غادي نضيف النكها الكراميل اللي كتجي تهيا غزالة في هاد الحلوة دينا وكنخلطوها مزيان مزيان كي تبدلها شوية اللوين كتجي مغايرة يعني كيجيوا اشكال مغايرين وهما من نفس العاجين يعني ساهلين بالساف يعني كيف قد لكم البنات ممكن تقسموها على ثلاثة ممكن تعفو المقادر وتخرجوا من نحتا خمسة الاشكال يعني كيبقى لكم الاختيار كلها وكل قطعة نكهوها باي نكهة متوفرة عندكم وكيجي الحلوة دينا رائعة بزاف يعني من عجين واحد كتخرج بزاف للاشكال ونكهات مختلفة صافيه نيام بعد ما دخلت فيها ديك النكهة مزيان بهات الشكل هادا نتمنى انكم تجربوها البنات تردوا مزيان في التعاليق ان شاء الله سوف نعمل اشكال اللي بسيطة جدا سوف نعمل واحد كويرة بهات الطريقة ونعملها واحد الحفيرة في الوسط بهات الشكل هادا وهنا يا سوف نحتاج هذك ابيض بيضة اللي خليته سوف ندهن الحلوة ديه لابيض بيضة وغادي نفن ده في الكوكاو اللي اهرمشته صافيه بهات الشكل هادا ممكن نزلاه في سينياد الفورن طبعا بهاات الشكل هادا كنستمر بنفس الطريقة حتى كنسالي الكمية اللي في هادا النكهة هادي الكمية كاملة غير اللي بهات النكهة يعني وهنا يا طبعا الفورن كيكون كيسخن على مية وتمانين درجة ملتحت وملفوق بالنسبة للفورن الكهربائي وبالنسبة للفورن الغازي يعني غادي تتخنوها توا مزيان وتشعلو له غير ملتحت حتى الطيب مزيان وعاد تهبطوها لتحت ده تحمر وانا يا قندي دخلت الحلوة ديالي يعني ممكن تديناش الوقت بزاف طيب وهدا الشكل التاني اللي غادي نعمل له نفس طريقة يعني حفيره فلوس تو غادي نرشمو بمعلقة يعني وريده كيجي مزيونه بزاف هاتشكيل كيجي مزيون تهو انتو ما غادي تشوفو ان شاء الله مي غادي تساله غادي يجي غزيو صافي هنا يا قملت السينية ديالي تانية وغادي ندخل حتى هي الطيب هنا عم بعد ما طابتنا الحلوة ديالنا يعني جوج شكيلات شكل اول والتاني هذه القيمية اللي خرجت لي بنسبة جوج الاشكال وهنا يا غادي نزوق الشكل الاول غادي نزوقه هنا يا بنسبة لي كراميل يعني نسبة لي كراميل منزيلي انا كنت سبقته عدلته كنت حتجته في الحلوة قبل من هادي وكنت عدلته بها وانا يبقت لي منوح شوية قلت علش الله اللي ما نعمر شي به الحلوة ديالي يعني نسلي كراميل منزيلي عادي جدا طريقة عادية اللي بغا نبرتجيها معهم معكم عفوا خليوها اللي في التعاليق ونبرتجيها معكم ان شاء الله يعني طريقة سهلة وكيجي لديد بزف سفي كنستمر بهالطريقة كنعمر ذاك الحفيرات كاملين اللي عندها هيا واحدة شوية شوية انا فرشت لها ذاك الورق باش عاد غادي نزوقها ان شاء الله بشوكلاة اسود يعني خطوط عادية هنا يا دوبت شوية ديالنباج مع القليكوز وغادي نعملو فهاد الحفيرة بنسبة للشكل التاني وغادي نزوقو بهذا الفوكيل اللي كتكون هاك داملونا ممكن انكم نزينوها باي حاجة ممكن تعملو غير لوزة في الوسط او لا ممكن تعملو غير شوية ديت شوكلاة اي سويت او ابيض على حسب اختيار ديالكم في الوسط وكيبقى لكم بالنسبة للتزيين كما كان قول لكم دائما ستعملو المتوفر طبعا واللي يجيكم سهل كنستمر بنفس الطريقة كيف كتشوفو حتى كنسالي الكيمية اللي عندي كاملة صفي هنا يا دو الشكل التاني وبالنسبة للشكل الاول دوبت شوية دو الشوكلاة اسود وعملتو في خرنكينا اللي خاصة بالشوكلاة وغادي ندوز عليها هكدا خطوط عاديين بهاد طريقة صافي وهناك نكون سالية الحليوة ديالي كتجي غزالة بزاف البنات اتمنى انكم تجربوها وهذا هو الشكل النهائي الحليوة ديالي كيف كتشوفو كتجي رائعة بزاف ولديدة اتمنى انكم تجربوها وما تنسوش يا ابنات لايك 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 للفيديو اشتركوا في القناة